الأصل الثالث السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك من نبيك؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا فضل الصلاة والسلام لا فرق بين العرب والعجم إلا بالتقوى ولكن العرب والعرب والعجم إلا بالعرب إذا أسلم هذا مسلم وهذا مسلم إلا بالتقوى إلا بالتقوى لابد أن العرب لا يسبب غير العرب وغير العرب لا يسبب العرب لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إقرأ بسم ربك الذي خلق أول سورة العلاق وليد عليه الصلاة والسلام في مكة وبعث في مكة أول ما نزل على القرآن في مكة أول ما نزل على القرآن في مكة صلى ثلاث سنين في مكة ثم هاجر من مكة إلى المدينة ثم مات على عليه الصلاة والسلام yep ثم مات عليه الصلاة والسلام ثم مات عليه الصلاة والسلام ثم مات علىitor ثم مات على الرجل ثم مات بال stereoty Young وفي حال Hawaii بحالي الفيح نبي teeing بُعِثَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس العرب وغير العرب إلى ماذا يدعو نبي صلى الله عليه وسلم يدعو لتوحيد الله إفراد الله سبحانه وتعالى وينهى ويحذر من الشرك يدعو لمكالم الأخلاق وينهى عن مساوى الأخلاق أكبر الله به هذا الدين هذا الدين كمول لا نستطيع أحد أن يبتدع في دين الله شيئا لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به نشتنب كل ما لها عن乎 النبي صلى الله عليه وسلم نعم